برعاية وزير صناعة والتجارة سعدت سيد زايد بن راشد الزياني انطلقت أعمال قمة الصلب العربي في نسختها الخامس عشرة والمعرض الدولي للحديد والصلب والتي تستضيفها مملكة البحرين بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد العربي للحديد والصلب نعم وزير الصناعة والتجارة أشاد خلال كلمة أنقها بهذه المناسبة باختيار مملكة البحرين لإقامة قمة الصلب العربي الخامسة عشر كما أثنى على دور الاتحاد العربي للحديد والصلب الساعي لتطوير صناعة الحديد والصلب العربية لتحقيق الازدهار الصناعي المنشود للدول العربية والتي تنسجم معرؤة وتطلعات ملك البلاد المعظم لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وتتكامل مع الجهون التي تبدلها الحكومة الموقرة بتوجهات سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التعافي الاقتصادي مضيفا سعادته أن مملكة البحرين حققت نجاحا ونموا متواصلا على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي نتيجة السياسات التي تتبنىها الحكومة الموقرة منذ ستينينات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على منتجات النفط والغاز الطبيعي في حسم وجعل القطاع الصناعي قطاعا مؤثرا في تنمية الاقتصاد بمملكة البحرين والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعية وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإقامتها مما أدى إلى تنوع القطاعات الصناعية القائمة في المملكة